طب قول يا شريف عايز تقدم ايه جديد بقى في مهرجان العالمين وانت شايف مستقبله ازاي الفترة الجاية لا بصي هو انا طبعا اصيشاتي مجروحة لان هو المهرجان اتولد عالمي كده وضخم جدا موجود من اول وكمان فجاهد علي يعني اصيشاتي مجروحة لا طبعا انا معتقد ان السنة الجاية شوفي يعني احنا سالة فاتت زارنا فوق المليون زائر السنة دي اعتقد هنكسر حاجز الاتنين مليون لان بقى زحمة بقى في زحمة 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 مش زار السنة الجاية انا من توقعي انه هنكسر حاجز الخمسة مليون زائر لان فيه ابهار كل السنة بيزيد الناس كتيرة هتبقى سكنت اكتر الناس هتبقى عرفت ازاي تيجي اكتر شاعت انها عشان نخش ندفع فلوش وللاغنياء والكلام البيخ ده هيكون الرحمة عند الناس الناس هتبقى شافت فاعتقد لا هيبقى فيه حاجة كبيرة السنة الجاية ان شاء الله اخيرا بقى هايز اعرف منك انت ازاي عرفت انا مش بقر خالص ولا بحث والله العظيم ازاي عرفت يعني فكرة ان موزيع راجل يدخل البيوت المصرية خاصة للستات المصرية ويبقى بالنسبة لهم ابنه اخ ازاي انا تمام بعلي ستة عشرين سنة في الشغلانة دي هقولك السر الطبيعية وما فيش تكليف حتى انا عايز اقولك حاجة مع احترامي لكل الناس انا حتى باطلع في برنامجي المزيع المحترف حتى بتقول اخبار رجالة اللي بيطلعوا المفروض بيبقى حاطين فاونديشن كريم اساس وميك اوب وحاجات كده انا مفيش غالص يعني انا باطلع كده بااخد دوش بيت واروح اطلع قدها بالكاميرا لان لو حطيت حاجة هحس ان انا لأ شوية محترامي لكل الناس عايز انا حاطة ماسك او حاجة مش شريف مش بطبيعته فانا بطلع بطبيعتي بعجب ناس ومش بعجب ناس وده حاجة طبيعية ان فيه ناس تختلف فيه ناس تحب شريف جدا 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 فيه ناس شايفة ان شريف بيقدم محتوى تافه وملوش لازمة وشلوه من على التليفزيون فبنحترمه بس في الاخر كل شوية كمان الناس حتى اللي ما كانتش حبة محتوى البنمج كل شوية ايه ده ده طلع عنده بيقدم فقرات ثقافية خلي بالك البرنامج عندي فيه كمية فقرات ثقافية غير طبيعية عندي فقرة مع جلادس حداد بنتكلم فيه عن مصر القديمة اللي هو الفرعنة بس انا بنقولش عليها فرعنة اسمها مصر القديمة عندنا استاذ خيري حسن بنتكلم عن شخصيات مؤثرة كانت في الكرن اللي فات عندنا استاذة سعاد سينيمات بنتكلم عن شخصيات عالمية لها تأثير سلبي او ايجابي عندنا فقرات كتيرة قوي كلها تقيلة بس بنعملها بطريقة شريف مذكور اللي هي البساطة والتلقاء القرب من المشاهد كمان سعيدة جدا بجد سعيدة جدا بالخي معاك النهاردة